أعرب مع السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب في بيان له اليوم عن استنكاره الشديد للهجوم البرية الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الظهراني أكد أن أهالي غزة يتعرضون لجريمة حرب وإبادة من قوات عسكرية هي الأكثر لؤما وتوحشا وجرما مدعومة بأكثر التحالفات الدولية تحيزا وغطراسة وتأمرا وقال الظهراني إنه رغم كل مشاعر القهر والعجز الذي تعاني منه الأمة الإسلامية إلا أن هذه المجازر التي ترتكب في هذه الأيام العشر الفضيلة وفي هذا الشهر المبارك تجعلنا نتضرع إلى الله العلي القدير أن يشد أزرنا ويعزز وحدتنا وينصر دينه وأمته وأكد البيان أن ما يجري في غزة يستدعي من كل مسلم أن يتضامن بكل ما يملك مع إخوانه الذين يذبحون أمام مرأة ومسمع من العالم الذي تتحكم فيه قوى تساقطت شعاراتها البراقة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وطالب الظهراني مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجبه تجاه جريمة الحرب التي ترتكب في حق أهلنا في فلسطين الأممم شكرا